بسم الله الرحمن الرحيم. هي الانسان على حسب كيفاش كان مو اللي فروحه. ذوق الانسان اللي كان في رمضان ينوضع ربعة العشية. هم بعد فلفطار ينوضع ثمانية. توقع له خالل. لانه علاشو اللي فروحه شهر هو يلقد احتها العشية. وفي الفطار ينوضع ثمانية اصباح. سبعة اصباح رح يخدم. اهنا يكون في هان ديكالاج. ولكن الانسان اللي في رمضان ينوضع ثمانية. وفي الفطار ينوضع ثمانية. ما عنده حتى التغييرات. وعنده كل شي عادي. كل شي عادي يعني ما الفرق انه في رمضان صايم وفي الفطار ماشي صايم. هذا هذا هو الفرق برك. هذا ما كان. آآ شي تاني حاجة آآ خاصة كي ما نقول احنا آآ صيام. صيام يعني يعني كي ما اقول احنا بعد رمضان يعني كي لي مردو وكي اللي يقول احد كيفاش. مثلا كي ما نقول احنا باريزم. انسان في رمضان يصبح صاهيم كذا منا. ويوم العيد يصبح مع الحلويات السكاريات. هذو دلو خالة يعني في الجسم التاعه. الانسان يتفادى يتفادى الحلويات وهذا الامور هذو تاع الاخر. يعني يكون حاجة لي جي مثلا السلاطة ولا يعني حاجة كي ما اقول احنا لي جي. يعني كي يجوز عليه اليوم هذك. غاد اني نهار الدوز يوم يعني جي حاجة عادية وما كاش مشكل.